أهلا بيك في فيديو جديد على القناة معاك نبيل والنهاردة هنتكلم عن كروت الشاشة بالأخص المستعملة لأن في حرقة كده الناس ما بتخدش بالها منها أنها المفروض تعملها علشان تتأكد أن الكرت بتاعها يعني مش هقولك أنه كويس مية في المية ولكن يعرف أن الكرت بتاعه في أفضل حال ممكن ليه؟ لأن في ناس كتير أصلا بتجيب الجهاز أو الكرت المستعمل عفواً وتعمل كل حاجة يخش مثلاً يشوفه ويفحصه ولاقي الكرت سليم وجميل وما فيش لأنه هو مش عارف شكل اللحم السليم عامل إزاي ولكن احنا بندور على الحتة الصفرة دي اللي بتبقى عليه لأن دي بتبقى مميزة بالعين وبيتبان بسرعة لو الدنيا ميز صفرة فيه كده ولطيفة على الأغلب بنسبة كبيرة الكرت مش معمول فيه شغل اللحمة وتلاقي الدنيا تمام ما فيش مشكلة وتلاقي المراوح تمام ما فيهاش مشكلة تدور على البيوس اللي نازل عليها تلاقيه تمام ما فيش مشكلة تفتح الكرت وتضغط عليه ببنمج فيرمارك مثلا نص ساعة وتلاقي درجة الحرارة بتاعته مستقرة وما فيش اي مشكلة وهو شهر شهر واحد بعد الضمان صديقي العزيز الكرت يبوز ويقطع منا خالص وتلبس الفلوس اللي انت جبتو بها وانا عن نفسي كنابيل شايفي ان الكورت المستعملة الحقيقة ما تستحقش نص تمنها لانها حرفين عامل زال بطيخة يعني فاهم يا صابت يا خابت وغالبا بتخيب بعد الشهر اعرف اموت واعرف الكرت بيعرف الشهر بتاعت ضمان عد ازاي ما مش عارف ده حاجة كده غريبة حاجة كده ربانية بتحصل في الكرت والسر ورا اللي بيحصل ده كله صديقي العزيز بعد اما عدت ربط شكويك واللي بتجيلي كده على الخاص من فترة للتانية لقيت ان المشكلة اصلا للتشباية بتاعت الكرت اصلا تعبانة هو اصلا غالبا الكرت ده غير ان هو متعدن بيه وطلع ايمان وحرفيا هو اصلا كان فيه مشكلة كمان كمان وممكن قد يكون كان فاصل اصلا ما بيشتغلش عشان يبردها زي المعالج كده هوا فهي اصلا كافية مشكلة وتسخن عليها بحرارة عالية فبريجا يتشتغل وهي هتفصل تاني لو عاصل معاها كده هوا امتى بقى هتفصل ده حاجة بقى في قلم الغيب يوم ساعة ساعتين فيه ناس بيفصل معاها في خلال اسبوع اللي اسبوعين بيبان بسرعة في خلال ضمان الكرت اللي هو اخده فصاحب المحل طبعا بيقوم منه في السياسة ضمان اللي هو محل محترم طيب اللي بيبوس بعد شهر ده خلاص على اللي بيس ده شرب والله العظيم فروسة راحت عليه طيب الموضوع ده احنا ازاي ممكن نكتشفه بص انا مش هقول لك ان هو في حاجة هتكشفها لك مية في المية ولكن في حاجة انت ممكن تعملها هتكشف لك الموضوع ده في البداية مش بنسبة مية في المية يعني ولكن هتبين لك لو فيه مشكلة فعلا في الكرت ما ياشبينها في الاختبارات اللي انت عملتها في البداية وهي ان انت تفتح سيشن لعبة طويل على لعبة تريبل اي مثلا سبعة تمن ساعات تلعب لعبة تقيلة في الجرافيك ضغطة على الكرت مية في المية وتقعد ده سبعة تمن ساعات مرائب الكرت بيعمل ايه استهلاك الطاقة كان في البداية عامل ازاي وفي نهاية السيشن بقى عامل ازاي سرعة الميموري في بداية اللعبة كانت عاملة ازاي وفي نهاية اللعبة بقيت عاملة ازاي على نفس اللعبة سرعة النواة بتاعت الكرت في البداية كانت عاملة ازاي وفي النهاية بقيت عاملة ازاي لو تلاقيت ان فيه دي جريديشن جامد او ان الحاجات دي كلها بتقل جامد او حصل معاك مشاكل زي ان الكارت يقعد يقطع الوان تتغير اعرف ان الاتشباية بتاعتك معيوبة فيها ومشكلة وحتفصل عجلا ام اجلا ما حصلش معاك مشاكل يبقى انت تمام وحاول تعيد الاختبار ده مرة اثنين وثلاثة وان شاء الله الكارت يكون بيرفكت وما فيش اي مشكلة فيه وعلشان كده انا بقول ان الكروت دي فعليا لا تستحق اكتر من نص سعرها حرفيا هي عاملة زبطيخة يا صابت يا خابت وغالبا بتخيب الايام دي لان الكروت جاي طلع ايمانها حرفيا وفيه اللي يقول لك الكارت ده استخدام طبيب خارجي صديقي العزيز ما هواش للتعدين ابدا ما كانش بتعدن به طب فينا علبة بوحكته اصل الجمرج ماينفعش نعد بالعلبة فماينفعش فعشان كده احنا جبناه كده اه هو متعدن وطلع ايمانه وكان متصين قبل كده وتفك منه للتشباية وتغيرت وتسخن عليها وحصل فيها كل حاجة سيئة في الدنيا يعني للتشباية دي الدنيا جاي على اكتر منه ومنك صديقي العزيز ويجي يقول لك في الاخر مااش تعدين ويجي يقول لك الكارت معنفوف عليه ورقة كده ويقول لك هوا متبرش يمسدقينك حضر لايك شير شتراك سلام